لجنة الدوري القرارات الآتية أولا إلغاء نتيجة مباراة الأهل مع الترام وإعادتها في مدينة طنطة دون جمهور لمشاهدتها ثانيا وقف اللاعب توني من نادي الترام حتى نهاية الفصل الرياضي الحالي ثالثا وقف اللاعب طلعت من النادي الأهلي مبارتين رابعا إحالة حكم المباراة إلى لجنة الحكام الرئيسية للتحقيق معه في التصرفات التي نصبت إليه القرار طبعا كان صادم للنادي الأهلي إزاي تتلجي مباراة وتتعاد ويتحرم الأهلي من فوز مستحق نتيجة الأسباب لا دخل له فيها لو قرار الحاكم صحيح بعدم طرد لعب الأهلي طلعت أو كان قراره وخطأ فده قرار تقديري من حق الحاكم لوحده تبقى لقانون كرة القدم ومش من حق لجنة الدوري أنها تعيد المباراة إلا لو اعترف الحاكم في تقريره بوجود خطأ يستدعي إعادتها قرر الأهلي عقد اجتماع عاجل لمجلس الإدارة وفعلا اجتمع المجلس يوم 29 إبريل وبعد برقية لاتحاد الكرة بيطلب فيها عقد اجتماع للجنة العليا لاتحاد كرة القدم لبحث قرارات لجنة الدوري ومناقشتها بحضور مندوب الأهلي لشرح وجهة نظر النادي وبعد برقية تانية لاتحاد الكرة يطلب فيها تأجيل مباراة الأهلي ونادي أولمبي القنال اللي هو نفسه نادي القناة والمقرر إقامتها يوم الحد أول مايو لحين عرض قرار لجنة الدوري على اللجنة العليا لاتحاد الكرة والبت فيها اتحاد الكرة ما ردش على الأهلي في طلبه عقد اجتماع عاجل لعرض وجهة نظره في قرارات لجنة الدوري ومش بس كده ده رفض تأجيل مباراة الأهلي وأولمبي القنال طبعا اللي حصل ده في ظلم فادح للأهلي فقرر مجلس إدارة الأهلي عقد اجتماع حاجل مساء السبت 30 إبريل وقرر ما يلي عرض على مجلس إدارة النادي قرار لجنة مسابقة الدوري العام الصادر بجلستها المنعقدة في يوم 27 إبريل 1955 بشأن إلغاء مباراة النادي الأهلي التي أقيمت 24 إبريل 1955 مع نادي الترام وإعادته بملعب نادي طنطة دون جمهور وإقاف اللاعب طلعت عبد الحميد من النادي الأهلي مباراتين رسميتين متتاليتين وذلك للمرة الثانية كما عرض على المجلس كتاب مكتب الاتحاد المؤرخ 30 إبريل 1955 بعدم الموافقة على طلب النادي الخاص بالتأجيل مباراة مع أولمبي القنال يوم الأحد الموافق أول مايو 1955 وقد انتهى مجلس الإدارة بعد بحث الموضوع بحثا مستفيدا على دوء قانون الحكام ولائحة مسابقة الدور العام والبيانات التي ألم بها المسؤولون بالنادي إلى تقرير الانسحاب من عضوية الاتحاد المصري لكرة القدم بالإجماع